لم يسلم أحد من انتهاكاتهم وجرائمهم ضد الإنسانية ميليشيات الحجد التي تأسست بفتوى لمحاربة ما سمي بالإرهاب كان مجمل ضحاياها هم المدنيون طوال عملياتهم العسكرية سهل نينواه المحاذل بادية الشام التي تعد جبهة متقدمة ضمن الخط الواصل ما بين طهران ومناطق شرقي البحر المتوسط وصولا إلى معاقل ميليشيا حزب الله اللبناني كانت ضمن مناطق الاستهداف من قبل ميليشيات الحجد حيث عملت تلك الميليشيات وبشتى الوسائل لإجراء عمليات تغيير للواقع الديمغرافي في المناطق المسيحية بحسب المدير العام لشؤون المسيحيين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في كردستان العراق خالد ألبيرت لافتا إلى أن الحجد قام بتوطين مكونات وافدة من محافظات أخرى إلى تلك المناطق وبناء مجمعات سكنية لهم ألبيرت قال أيضا إن العمل جار في سهل نينواه وبمساعدة ميليشيات تابعة للشبك لتنفيذ تلك الأجندات حيث يتم الاستيلاء على أملاك المسيحيين وأراضيهم لتصادر بعدها بالقوة بدوره قال رئيس شبكة مكونات كردستان العراق نوزاد بوليس إن مناطق سهل نينوا وبعد عمليات استعادة السيطرة عليها لا تزال رخوة بسبب تجاوزات ميليشيات الحجد مؤكدا أن من يتعاون مع الحجد من المسيحيين لا يمثلون إلا أنفسهم في إشارة لميليشيا بابليون بزعامة ريان الكلداني والتي تتحدث تقارير بأن تمويلها من إيران بوليس وصف العقلية السياسية الحالية في العراق بأنها قائمة على أساس تهميش المكونات وهو وصف يتوافق مع ما أكده المرصد الآشوري لحقوق الإنسان ومركزه السويد الذي قال من جانبه بأن ما يتعرض له المسيحيون في العراق على يد ميليشيات الحجد هو عمليات اقتلاع لهم من جذورهم مع ضمان عدم عودتهم ترجمة نانسي قنقر